صلوا الأرحام صلوا الأرحام أطعموا الطعام إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال وقد سئل أي الإسلام أفضل يا رسول الله قال إفشاء السلام وإطعاموا الطعام يا أهل الإسلام ربكم يقول في كتابه الكريم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا فماذا كان قال تعالى فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم ندرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا فأطعموا الطعام وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سئل أو إن لنا في البهائم لأجرا يا رسول الله قال لك في كل ذاتي كابد رطبة أجر فحتى الكافر يطعم إذا لم يكن يستعين بالطعام على مشاققة أولياء الله وعلى مشاققة المسلمين وقد وصل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال إذا طبخ أحدكم لحما فليكسر مرقها وليتعاهد جيرانه وليتعاهد الجيران فتعاهدوا الجيران بالهدايا بالأضاحي فالجيران ليسوا كلهم من أهل اليسار بل منهم من هو فقير وحتى إذا كان من أهل اليسار فالإهداء جائز قالت على فكل منها وأطعم القانع والمعتر كل منها وأطعم القانع والمعتر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دعيت إلى كراع لأجد ولو أهدي إلي الزراع لقبلت فإذا كان الشخص من الجيران يهديك شيئا فلا تتردد في قبوله بل اقبله فإن القبول يولد ودا ووفاقا يولد وآما واتفاقا وفي الحديث تهد تحاب ويصح لشواهده وإن كانت به علة يسيرة لكن له شواهد فالرسول أهدى وقبل الهدايا عليه الصلاة والسلام